أخبارنا داخل النادي الأهل خلصت خلينا ننوح للأخبار المحلية يمكن المبارح كان فيه خبر انتشر طبعا على كل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن كان يهم بطل مصر إسلام الشهابي إسلام الشهابي بطل مصر في الجودو الراجل ده كان ليه قصة في 2019 كان بيلعب بطولة الجمهورية هنا في مصر منظمة الودا اللي هي منظمة الكشف عن المنشطات عملت تحليل لقيت العينة إيجابية تم إيقافه أربع سنين استأنف عمل لعب بطولة تانية في 2019 أخدوا عينة تانية طلعت إيجابية توقف 8 سنين طبعا اتجه للمحكمة الدولية رفع عضية استقناف قدم ورقه مبارح حكمت المحكمة الدولية برفع الإقاف عنه ومش كده بس وتعويضه بمبلغ 3000 فرانك سويس الحقيقة كل الكلام ده كويس وكل الكلام ده طبعا رجع له حقه ولكن الحقيقة تصرحات اللاعب اللي قالها على صفحيته الحقيقة كان محتاجين نقف عندها شوية يمكن اللاعب قال أنه الحمد لله حكمت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلغاء عقوبة الوقف اللي لمدة 8 سنوات اللي كانت قد فردت علي العام الماضي المنظمة المصرية لمكافحة المناشطات وذلك بعد أن وجدت المحكمة الدولية عزم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المناشطات في حقي والحمد لله أن يسر لي رفع اسم مصر في العديد والعديد من البطولات العالمية والدولية والقرية على مدار أكتر من 17 سنة وأنا أتشارب بخدمة بلدي دائماً وبهذه المناسبة أود أن أشكر فريق المحامين طبعاً ألقى سميهم وعلى اهتمام طبعاً اتحاد اللعبة معاه وأشاد بوقوف شام وصبح طبعاً نجم الأولمبي كبير جنبه والحقيقة أنه تنازل هذا المبلغ للتعويض وحطه تحت تصرف المنظمة المصرية لمكافحة المناشطات طبعاً ده موقف جميل جداً موقف يحسب له الحقيقة أن الراجل يعني تنازل عن المبلغ يتحكم له به نوعية حط تحت تصرف الهيئة المصرية أو منظمة المصرية لمكافحة المناشطات احنا نتعلم من إيه الموضوع ده نتعلم حكتين مهمين جداً لازم لعبتنا تخلي بالها كويس قوي أولاً فيه كود بينزل كل سنة الكود ده بيحصل له تعديل أو أبديت كل فترة عن المناشطات قد يكون دواء أنت بتاخده دواء برد أي دواء والدواء ده في الكود ده فأنت لازم لحقيقة أي لعيب واللعيبة الأولمبية واللعيبة اللي بتقضع دايماً لتفتيش أو دايماً تحليل دوري لابد أن تاخد بالها من الكودز وتعديلاتها كل سنة الحقيقة الموقف ده نتعلم منه ده وكمان نتعلم قد يه أن اللعيبة الدولية بتحب بلدها وقد يه اللعيبة الدولية شرف كبير جداً أن أنت تمثل مصر الخبر ده كان مهم نقف عنده لأنه كان خبر مهم